من حديث الصحافة والبداية بالصحف المحلية وبجريدة النهار ممتلكات وأسهم العصابة للبيع وعائدات البيع ستحول إلى صندوق مكافحة الفساد في إطار محاربتها طبعا لقضايا الفساد ودفعا طبعا قررت الحكومة عرضا إذن ممتلكات المصادرة والمسترجعة في إطار محاربتها لقضايا الفساد للبيع ودفع مستحقات المتصرفين القضائيين والمصاريف والأرتعاب المرتبطة بالإجراءات القضائية المتخذة أمام الجهات القضائية الأجنبية من أجل استرجاع الأموال والأملاك المحولة بصفة غير شرعية إلى الخارج وإنشاء لجنة تكلف بمتابعة وتقييم الوضعية تكون تحت رقابة هيئات الدولة المؤهلة وستحول إرادات بيع الممتلكات المصادرة أو المسترجعة والأموال التي تخص ما في الفساد إلى صندوق استحدث لهذا الغرض وفق قرار مؤرخ في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي يحدد إرادات ونفقات حسب التخصيص الخاص رقم 152-302 بعنوان الصندوق الخاص بالأموال والأملاك المصادرة والمسترجعة في إطار قضاء مكافحة الفساد في النهار دائما إلى قطاع التربية لا غلق للمدارس وامتحانات البيان والبكالوريا شهر جوان القادم هذا ما أكده وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بالعابد الذي قال بأنه لا توجد لا نية للوزارة التربية ولا للسلطات العلية في البلاد لغرق المؤسسات التربوية وتوقيف الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا في الوساطة التربوية وأشار وزير القطاع لأنه توجد حالات سجلت حقيقة بفيروس كورونا عند الأساتذة والتلاميذ لكن الأمور متحكم فيها وزير التربية أضاف لدى استضافته في فروم الإذاعة الوطنية بأن الإشاعات التي تنشر هنا وهناك خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي هدفها زعزعة استقرار المنظومة التربوية وأشار إلى أن هذه السنة تم العودة إلى نظام الثلاثة فصول معمول به سابقا والشروع مع بداية الشروع طبعا في التدريس منذ بداية شهر سبتمبر الماضي وبشأن الاختبارات الرسمية امتحالة البيام والبكالوريا أكد وزير التربية الوطنية بأنها ستجرى في موعدها المحدد شهر جوان القادم من جريدة النهار إلى يومية الجزائر طبعا الحدث الرياضي والكوروي انطلاق رحلة الدفاع عن اللقب أين يستهل اليوم منتخب الوطني الجزائر رحلة الدفاع عن لقبه القاري في الكاميرون عندما يلاقي منتخب سيراليون بداية من الساعة الثانية زوالا اليوم بملعب جابومة بمدينة دوال الكاميرونية وهذا ضمن فعاليات الجولة الأولى من منافسات المجموعة الخامسة من نهائية كأس أمم إفريقيا التي تجرى في الكاميرون في مواجهة يسعى من خلالها الخضر لتحقيق انطلاقة مثالية وتأكيد جاهزيتهم للحفاظ على التاج القاري بعد إنجاز طبعا 2019 ويدخل اليوم أشبال ناخب الوطني جمال بالماضي غمار نهائية كان 2022 من بوابة منتخب سيراليون في لقاء يبدو في متناول تشكيلة الخضر بالنظر للفروقات بين الفريقين وكذا الترشيحات التي تصب في صالح حامل لقب المنتخب الوطني إلا أن رفقاء القائد رياض محرز سيدخلون المواجهة بحذر وعدم استصغار المنافس لحصد طبعا النقاط الثلاث من يومية الجزائر إلى يومية الوسط وتعليمة لمدرية الوظيفة العمومية بإحالة المتعاقدين على التقاعد مع الحفاظ على كافة حقوقهم هذا ما أمرت به المديرية العامة للوظيفة العمومية الإدارات والهيئات العمومية أمرتهم بإحالة جميع الموظفين والعمال المتعاقدين الذين بلغوا السن القانونية ستين سنة على التعاقد أو تقاعد مع الحفاظ على جميع حقوقهم القانونية والمالية والإدارية وهذا في برقية صادرة عن مديرية الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بالوزارة الأولى أمرت فيها كافة الهيئات والمؤسسات العمومية في مختلف قطاعات النشاط بإحالة ملفات الموظفين والعمال الذين بلغوا السن القانونية أي ستين سنة على التقاعد من خلال إحالة ملفاتهم على الصندوق الوطني التقاعد وهذا من أجل إتمام الإجراءات الخاصة بالاستفادة من التقاعد القانوني وشددت على ضلوط الصهر على التسوية النهائية لهذه الوضعيات في الجنب المالي منه والإداري قبل إحالة ملفاتهم على مصالح الصندوق الوطني للتقاعد حفاظاً على حقوقهم في الترقية في الرطب والدراجات وكذلك المستحقات المالية المتأخرة طبعاً في بعض الحالات من يومية الوسط إلى أخبار الوطن التي تطلقت لموضوع الصيرفة الإسلامية وعنونت في مقالها الصيرفة الإسلامية لعبة الأموال أين تشهد الصيرفة الإسلامية في السوق الجزائري انتعاشاً في الآونة الأخيرة وارتفاعاً في عملية الحصول على منتجات تمولية تسويقها حالياً مختلف البنوك العمومية منها والخاصة والمتمثلة في المرابحة العقارية المرابحة للسيارات أو المرابحة كذلك للتجهيزات والإيجار المنتهية بالتمليك عبر شروط حالات وإذا كانت الخطوة ألياً مهمة برأي الخبراء غير أنها تبقى غير كافية وحدها حسبهم لاستعادة ثقة المتعاملين والمواطنين وإلزامها الجميع بالتداول المؤسسة للأموال فهل ستنجح الخدمات المصرفية متماشية وفق أحكام الشريعة الإسلامية في احتواء الأموال المتداولة خارج البنوك وامتصاص الكتلة النقدية النشطة بالسوق الموازية وبعث ديناميكية جديدة في القطاع المصرفي والبنكي في الجزائر بنوك عديدة طبعاً أطلقت مؤخراً منتجات مصرفية وفق الشريعة الإسلامية منها على سبيل المثال الحصر بنك التنمية المحلية الذي أطلق البارحة فقط خدمات الصيرف الإسلامية تحت اسم البديل حيث تم تخصيص تسعة شبابيك إسلامية على مستوى خمس ولايات كمرحلة أولى لتعميم خدمات الصيرف الإسلامية في باقي فروع البنك إلى جريدة الحوار ونقرأ فيها وتربوياً تعليق لوزير التربية الوطنية الذي قال بأن الوزارة لن تعلق الدراسة وبأن نسبة التلقيح عند العامين في القطاع قاربت 33 بالمئة طبعاً وهذا إذن طبعاً نقرأ في جريدة الحوار في تعليمة وأمرية لبلجود وزير الداخلية أمر فيها بصب إعانات الموجهة لشهر رمضان قبل ذلك مشاهدنا وقبل أن نذهب إلى جريدة أخبار طبعاً قرأنا مقال أخبار الوطن إلى جريدة الحوار أين أمر فيها بلجود فيما تعلق بصب الإعانة المخصصة بشهر رمضان الكريم أين طلب وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كما بلجود خلق اجتماع بالولاد عبر تقنية التحاضر عن بعد أمر من الولاد اتخاذ الإجراءات الضرورية طبعاً لصب الإعانات المالية للأسر المعوزة منها والفقيرة الخاصة هذه الإعانة الخاصة بشهر رمضان والصهر على وفة المواد الاستهلاكية ورسعة الاستهلاك خلال الشهر رمضان وبخصوص الوضع الوبائي شدد وزير الداخلية سيد كمال بلجود على ظروط صهر الولاد على تطبيق التعليمات المتعلقة بمواجهة ارتفاع الإصابات والتجديد على ضرورة العمل وفق المقاربة الاستباقية المعهودة من خلال تجنيد كافة الوسائل المتاحة لمكافحة تفشي فيروس كورونا إلى المواقع الآن نبدأ بموقع النهاري أونلاين صدور مرسوم رئاسي يحدد مهام وصلاحيات المفتشية العامة برئاسة الجمهورية إذا انصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي يحدد مهام وصلاحيات المفتشية العامة برئاسة الجمهورية أين جاء فيه بأن المفتشية العامة لمصالح الدولة والجماعات المحلية تعمل تحت سلطة رئيس الجمهورية ويسيرها مفتش عام برطبة مستشار برئاسة الجمهورية كما أن هذه المفتشية في جهاز أو هي جهاز لتفتيش ورقاب استعجالية تعمل في كل وقت على مراقبة سير الإدارات والهيئات العمومية والجماعات المحلية مع مراقبة تنفيذ السياسات العمومية وتقييمها وكذا شروط إنجاز المشاريع الاستثمارية ذات الأهمية الوطنية ووضعها قيد التنفيذ والاستغلال بالإضافة إلى مراقبة نوعية الخدمات التي تقدمها مختلف مصالح الدولة والجماعات المحلية ومراقبة أيضا الصفقات العمومية والإنفاق المالي في مختلف القطاعات من موقع النهار إلى موقع جريدة الخبر أسواق الرحمة لمحاربة المضاربين الوالية المنتدب للمقاطعة الإدارية لشراكة في العاصمة محفوظ بوزرميت حضر البارح اجتماعا بمقر وزارة ولاية الجزاء العاصمة تحت رئاسة والي الولاي أحمد بعبد خصص هذا الاجتماع لدراسة تخصيص مساحات وفضاءات على مستوى الهياكل التابع الجماعات المحلية من أجل إنشاء أسواق الرحمة على مستوى أقليم مليئة الجزاء وحسب بيان لذات المصالف إن إنشاء هذه الأسواق يهدف أساسا إلى مكافحة ظاهرة تخزين واحتكار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتمكن المواطنين من اقتنائها بأسعار معقولة على غرار الحبوب ومشتقاتها الحليب الزيت وغيرها من السلع الاستهلاكية التي عرفت أسعارها ارتفاعا غير مسبوق في الأيام الأخيرة نتيجة الاحتكار وكذلك المضاربة من المواقع المحلية إلى المواقع الدولية ونبدأ من مواقع الجزيرة نت اختتام محادثات أمريكية روسية في جونيف والناتو طبعا يحذر موسكو من اجتياح أوكرانيا اختتبت البارحة محادثات أمريكية روسية في جونيف بشأن الأزمة الأوكرانية بعد تشاؤم من الطرفين بإحراز اتفاق وأعلن الجانب الأمريكي أنه عرض استكمال المحادثات مع روسيا لاحقا وكانت المحادثات قد انطلقت بين نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريباكبكوف ونظيرته الأمريكية ويندي شيرمن حيث ركزت على المخائف الغربية من غزو روسي محتمل لأوكرانيا والتوسع العسكري لحلف شمال الأطلسي الناتو في جمهورية الاتحاد السوفيتي سابقا وبعد المحادثات التي جرت بين الطرفين قال وزير الخارجي الروسي إن الجانب الأمريكي تعامل مع بواعث قلق بلاده بشكل جدي للغاية وضع بأن بلاده تنصح الجانب الأمريكي بعدم تقليل من أهمية خطر نشوب مواجهة عسكرية محتملة معتبرا الوضعات تطلب تحقيق توافقات وتوازنات لمصالح الطرفين من الجزيرة نت إلى موقع البي بي سي والذي تترق لموضوع كوفيد من زاوية أخرى هل إصابة بنزلات البرد قد توفر بعض الحماية من فيروس كورونا تشير أبحاث أجريت حديثا إلى أن الدفاعات الجسمي الطبيعية ضد نزلات البرد يمكن أن توفر بعض الحماية في مواجهة كوفيد ناينتين وأجريت دراسة نشرت في مجلة ناتشل كومنيكيشن شاملت اثنين وخمسين فردا عاشوا مع شخص أصيب حديثا بفيروس كورونا وبدأ أن تتوفر أو من تتوفر لديه ما يشبه بالذاكرة الاحتياطية لأنواع محددة من الخلايا المناعية بعد نزلة البرد قد يكون أقل عرض حقيقة للإصابة بفيروس كورونا ويقول الخبراء إنه لا ينبغي لأحد الاعتماد على هذه الدفاعات وحدها إذ أن اللقاحات المخصصة لفيروس كوفيد 19 يعتقد النتائج التي توصل إليها يمكن أن توفي نظرة ثاقبة مفيدة بشأن كيفية محاربة نظام الدفاع الجسم لفيروس كورونا إذن من بي بي سي إلى مقال سكاي نيوز عربية والذي تطلقت فيه لزراعة موز في البيوت البلاستيكية وكتبت شباب يربحون رهان زراعة الموز في البيوت البلاستيكية تشهد زراعة الموز في البيوت البلاستيكية انتعاشا في عدة مناطق ساحلية في الجزائع حيث نجح كثير من الشباب في كسب تحدي إنتاج هذه الثمرة الاستوائية واستطاعوا التغلب على عامل الملاخ عبر استحداث تقنيات زراعية حديثة زهير فدسي واحد من الشباب الأوائل الذين اقتحموا هذا الميدان الزراعي وهو يرأس جمعية محلية لمنتج الموز بولاية جيجل أكد أن غرس شتلات الموز تعرف إقبالا من قبل الشباب المستثمر والرهان وتوسيع هذه الزراعة رئيس الاتحاد الوطني المهندسين الزراعيين الجزائرين المناخ المساعدة لزراعة الموز في الجزائر وأشار إلى أن البلاد كانت تستورد أكثر من 300 ألف طن من الموز سنويا واعتبر أن 80 أو تخصيص 80 هكتار من كل ولاية ساحلية بمعدل 5 هكتارات في كل ولاية باستطاعتها تمكين الجزائر من استغلاء نهائيا عن استراد الموز وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتوجه بعدها إلى تصدير هذه الفاكهة الاستوائية إلى الخارج بهذا مشاهديا نصر وإياكم إلى نهاية جولتنا في الصحف المحلية والصحافة العالمية النهار اليوم شكرا لكم على طيب المتابعة